اشتركوا في القناة واتخاذها مقرا دائما لاتحاد الصحفيين الخليجيين وخلال اللقاء رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة برؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية وبزيارتهم لمملكة البحرين معربا سموه عن تهنئته بمناسبة تأسيس اتحاد الصحفيين الخليجيين ومباركا لهم هذه الخطوة المهمة في مسيرة الصحافة الخليجية مشيدا سموه بدور أسامة أصحاب السعادة رؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية في تطوير العمل الصحفي الخليجي ومواكبة مستجداته والتعريف بمختلف القضايا الخليجية وإبرازها عبر وسائل الإعلام المختلفة وبما يعزز العلاقات الأخوية الوثيقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويدعم مسيرتها التنموية ويسهم في تطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق المزيد من الخير والازدهار للشعوب الخليجية الشقيقة متمنيا لهم دوام التوفيق من جانبهم أعرب رؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية جعل بالق شكرهم لسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة على استقبالهم وتقديرهم لدعم السموهي للجهود الرامية الارتقاء بالعمل الصحفي الخليجي وتعزيز دوره ومكتسباته